السؤال الأول عندنا جزر واحد زائد نص ضرب جزر واحد زائد ثلاث ضرب جزر واحد زائد ربع هيك لعند الجزر واحد زائد واحد على السبعة ساوي قديش هلا أنا فين يحط جزر كبير كونك نفس الرتبة كل الجزول واحد زائد نص زائد واحد وعلى ثلاثة ضرب أربعة أربعة ضرب خمسة على أربعة موحد كل مرة هكذا عندنا آخر شي兩ية 202 بسبوع السبعة انصفي عند ؛ 8 على الثنين عين جزر الطعام يعني 23 السؤال اخر طيب هلأ هاي ممكن نسوي 5N زائي 3 على N ناقص 2 ضرب 5 أس 3 على N يعني هاي بتصير 5N على N 5 ضرب 5 أس 3 على N ناقص 2 ضرب 5 أس 3 على N 3 على N هاي وهي 3 على N 5 ضرب بطيخة ناقص 2 ضرب نفس البطيخة هو 3 ضربها البطيخة هاي يعني 3 الجزء من المرتبة N لخمسة أس 3 سؤال رقم 3 طيب هاي ضرب البطيخة والمقام بمرافق المقام اللي هو جزر 5 زائي جزر 2 إذن 5 جزر 2 ماقص 2 جزر 5 بي جزر 5 زائد جزر 2 والمقام جزر 5 ماقص 2 بجزر 5 زائد 2 يعني 5 ماقص 2 هلا 5 جزر 2 بجزر 5 يعني 5 جزر 10 5 جزر 2 بجزر 2 يعني 5 ضرب 2 يعني 10 ماقص 2 جزر 5 بجزر 5 يعني ماقص 10 ماقص 2 جزر 5 بجزر 2 يعني ماقص 2 جزر 10 على 5 مع 2 يعني 3 بتروح العشرة مع العشرة بس فعندي 5 جزر العشرة مع 2 جزر العشرة يعني 3 جزر العشرة على 3 بتروح 3 مع 3 فالجواب يكون جزر العشرة سؤال رقم 4 هد سؤال قيمة مطلقة أكتر منه سؤال جزور الإكس سالب والوي موجب جزر العشرة مربع يعني القيمة المطلقة لإكس جزر العشرة مربع يعني القيمة المطلقة لإكس على جزر المقعب لإكس مقعب هو إكس لأنه الفردي وهذا وإيكس هلأ الآكس سالب فبيصير نائس إكس والإيكس بيضلع حاله لأنه موجب فما بتتأثر قيمة مطلقة بقيمة فورا على X-Y يعني صار عندي Y-X على X-Y فالجواب يكون نائس واحد سواء رقم خمسة هذا سؤال قيمة مطلقة أكثر منه سؤال جزور هلأ X مربع نائس 14X زائد 49 هي X نائس 7 على القوس مربع بيروح الجزر مع التربيع بصفل قيمة المطلقة لX نائس 7 والX هي أصغر من السبعة معناته هذا المضمون سعليب لذلك بيأليف فبصير معي X مربع نائس 5X زائد 2 زائد 7 نائس X يعني بيصير جزر X مربع نائس 6X زائد 9 يعني بيصير جزر X نائس 3 على القوس مربع هي عبارة عن مطابقة تربيعية يعني القيمة المطلقة لX نائس 3 والX أكبر من 3 فالمضمون موجب فقيمة المطلقة ما بتساوي أي شي سعر رقم 6 طيب في كثير طرق لحلول هذا التمرين ممكن مبدئيا أنه نعمين ما يلي 16 هي 2.4 والجزر 2 هو 2.5 يساوي جزر تكعيبي لها 2.4 ماائس 1.5 يعني 2.7 2 لأنه 4 ماائس 1 إذا بدي واحدة 7 2 فبصير معي 2 وال7 على 6 لأنه 3 بتنزل ويساوي هذا الحكي طبعا X معياته X بالسنتج أنه هي 7 على 6 سؤال رقم 7 طبعا أنا فيني أضرب المعادلة كلها بجزر الستة فبصير عندي هون جزر الستة مع جزر الثلاثة بتروح بيصف عندي جزر الثنين بجزر الثنين يعني 2 هون جزر الثلاثة مع جزر الستة بتروح بيصف عندي جزر الثنين بجزر الثنين يعني 2 هون جزر الستة مع جزر الثنين بتروح بيصف عندي جزر الثلاثة وفيه جزر الثلاثة بتصير ثلاثة فبصير تنتج أنه A تساوي 5 اضرب 2 سؤال رقم 8 هلأ هاي حساوية أ ضرب جزر البي نائس بي ضرب جزر الـA بخليه على حالة على A نائس بي هون القسمة بتحول لضرب بتصير جزر الـA زائد جزر الـB على جزر A B او خلينا نقول جزر الـA بجزر الـB هلأ للا إكتبه جزر الـA نائس بي جزر الـB بجزر الـA زائد جزر الـB فبتروح هاي مع هاي فوق من هولن يسور جزراب العام المشترك من هولن هثن هطلع جزراب عام المشترك ما يصفى هون لنشرح فكرة بالاخير جزراب ربق فهلم سوف نضع جزراب فسين نضع جزراب عام المشترك جزراب جزراب والاوم سيطلع جزراب فهاصفي جزراب هولن نفس الشي 걸عم짤 فعلى جزر A مع الجزر B بواحد على جزر AB بتروحي مع هاي بتروحي مع هاي فالجواب يكون واحد سؤال رقم تسعة فينا هلا نحنا شو نعمل اني انا ربع هدول واضرب هون باثنين فبسي عندي جزر مرتبة السادسة مربع الاول اربعة زائد ضعفي الاول بالتاني يعني اثنين جزر ثلاثة زائد الثاني اللي هو ثلاثة وهون يزن انا الي عملت اني وحد رقم تلك الجزر فبسير معي 7 زائد Sen poi 두 جزر فبسير معي 7 زائد 2 جزر عفوى هاي اربعة هاي ليش لانو ضعفي الاول بالتاني يعني 4 جزر ثلاثة فبسي sagt 7 زائد 4 جزر ثلاثة ب7 ماقس 4 جزر ثلاثة يعني المربع السبعة الي هو 49 ماقس مربع الاربع جزر ثلاثة يعني 16 ضرب 3 يعني 48 49 ماقس 48 kg جزء المرتبة السادسة الواحد هو واحد سعر رقم عشرة يساوي 125 ديانا نوجد قيمة الاكسترا طيب 25 hem طلع على البسط سبيقلة بالقص لانو بدخله بناقص يصار عندي بطيخة زائد 24 بطيخة يعني شو؟ يعني 25 بطيخة جزر 25 خمسة جزر 65x-2 يعني 5x-1 باسهم الأس كله على اتنين فبصير x-1 هذا يساوي 125 أو 635 بتروح لي معي فبصير عندي 55x-1 يساوي 65x-2 معطل x-1 يساوي 3 ملات الرقم 11 يساوي اتنش طيب هلأ هون خلينا نبلش بطريق نجريف في الـ A هي 16 نائش جزر A ممكن يعني هيك في مين نقول فإذا عوضت بدل A16 نائش جزر A ما بعتاد أني استفيد شي أو فيني يقول أنه بدل هالـ 16 هلحط A زائد جزر A على جزر A إذا بدل هاي 16 حطيت A زائد جزر A نشوف شو بصير معي بصير معي A زائد A على جزر A زائد 1 طيب استفدنا شي لا نحن شلون بدو الجواب رقم عادي بالتالي نحن ما استفدنا شي حتى لو وحدنا المقامات ما حنستفيد شي طيب هعملها هي 16 نائش جزر A اللي هي مول A هي 16 نائش جزر A زائد هون حضرب البصو المقام بمرافق المقام فبيصير معي أي جزر A على A يعني جزر A زائد 1 مثل السحر بيروحوا مع بعض فالجواب بيكون 17 سؤال رقم 12 طيب هلا نحن بالنسبة ل M عم يقول لي أصغر من الصفر معناتها هي سالبة ما نعطى جزر M والستة من مرتبة السالسة هو القيمة المطلقة لM وكونه M سالبة فبتصير ناقص M بضرب بناقص لأنه قيمة مطلقة فبصير معي الجزر 2M للجزر التكعيبي لتمعنى M مكعب طبعا الجزر التكعيبي لتمعنى M مكعب هو 2M جزر 2M ب2M يعني 2M سؤال رقم 13 X موجبة كونه رتبة الجزر نفسها ففيني يحط أنا هيك هطلع الX28 عامي المشترك بيصفى عندي 1 زائد X62 بالمقام هواحد المقامات فبصير معي X مربع زائد 1 على X مربع تروحي معي تطلعها لفوق فبصير معي الجزر المرتبة السادسة لX30 لأنه X60 ضرب X28 هو X30 يعني X30 على رتبة الجزر اللي هي 6 يعني X5 سؤال رقم 14 9 هي 3.2 يعني تطلع لفوق بتصير 3.2 تطلع لفوق بتصير 3.2 1 لأنه بقسم الX على رتبة الجزر سوفي عندي جزر جزرتك أيبي للـ 27XX هو 3XX لماذا؟ لأنه 27 هي 3.3 بروح 3 مع 3 بس فعندي 3XX هلأ هون فينا نجيب هاي اللي 3 لنشخبر عليها لـ 3.2 سوفي تصير هون 3 أزائد 1 فيني يعمل حركة اني ربع الطرفين يبصير معي 3 مربع ضرب 3 ضرب 3.2 على 3 ضرب 3.1 على 3 ضرب 3.1 على 3 يساوي 3.X يبصير هون 3.3 و هون 3.2 على 3 بـ 3.1 على 3 يعني 3.3 على 3 يعني 3.1 يساوي 3.X يعني 3.X يساوي 3 يعني 4 سؤال رقم 15 يبصير 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 그래서 يبصير ثم يبصير يساوي 2 بربع طرفين معناة X يساوي 4